لا تزال سياسة شد الحبل بين طهران والدول الغربية مستمرة لتنعكس أبعادها بشكل مباشر على مسار مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني وفي مؤشر جديد على تصاعد حدة النزاع بدأت تطفو على السطح خلافات جديدة بين الطرفين حول النقطة التي ستستأنف منها هذه المفاوضات إيران التي تطوقها العقوبات الأمريكية والمحاطة بعزلة دولية كبيرة تسعى إلى إعادة مفاوضات فيينا من النقطة صفر بعد توقوفها في العشرين من حزيران الماضي إذ طالبت على لسان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري بإلغاء العقوبات الأمريكية التي وصفتها بغير القانونية إضافة إلى تقديم واشنطن ضمانات لها بعدم انسحابها مرة أخرى من الاتفاق النووي سواء من قبل هذه الإدارة أو الإدارات الأمريكية القادمة ولم تتوقف سلسلة مطالب طهران المتهمة بخارق الاتفاق النووي مرات عديدة عند هذا الحد حيث باتت تطالب الدول الأوروبية بضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي إلا أن رمي الكرة في الملعب الغربي لم يعد يجدي نفعا بعد الخروقات الإيرانية المتعددة للاتفاق فلم تجد المطالب الإيرانية آذانا مزغية في الضفة الأخرى إذ أكلت بقية أطراف التفاوض فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة على ضرورة أن تبدأ مفاوضات فيينا من النقطة التي انتهت في شهر حزيران الماضي إلا أن اللافتة في الأمر أن روسيا المعروفة بدعمها السياسي لطهران أعلنت رفضها عدة مرات طلبات إيران لإعادة التفاوض من جديد خلال المفاوضات المقبلة ما يعني إعادة النظر في اتفاقات جزئية قد حصلت خلال الجوالات التفاوضية الست السابقة لسيما بعد الخطوة الاستفزازية الإيرانية الأخيرة المتمثلة بإعلان طهران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة لاستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات المرتقبة خطوة يرى خبراء أنها تقلص فرص إنقاذ الاتفاق في ضوء تسريع إيران لوطيرة تخصيب اليورانيوم لدرجة أثارت قلق المجتمع الدولي وعدها انتهاكا للقيود التي فرضها اتفاق 2015 قبيل انسحاب إدارة ترامب منه ترجمة نانسي قنقر